قبعة يهودية بأحد المقرارات الدراسية في المغرب تثير الغضب فجأ مواطنون مغاربة بصورة لرجل يضع على رأس قبعة يهودية الكباه ضمن أحد المقرارات الدراسية المعتمدة في المدارس المغربية وجاءت الصورة مرافقة لنص سماعي يتحدث عن دعوة وجاء طفل يهودي مغربي لأصدقاء المسلمين المغاربة لتناول وجبة يهودية مشهورة تسمى أسخينة وجاء في النص أن هذه الوجبة معروفة لدى اليهود المغاربة ويتم إعدادها بمناسبة أعيادهم ومناسباتهم الدينية وكذا يوم السبت كما ذكر النص مكونات الوجبة وطريقة إعدادها بالتفصيل وعلق أحد المتابعين على الصورة بقوله صورة من مقرار دراسي بالمغرب الرجل يعتمر قبعة اليهود وأضاف ذات المتابع على حسابي بفيسبوك قبل أن نحرر القدس يجب أن نحمي أنفسنا وأطفالنا قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي